السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة وجمدة جدا باذن الله على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والسلام على رسول الله والاهلي يهزم امبي بنتيجة 2-0 مع الرقفة في مباراة تيكتيكية من المقام الاول من مارس الكولر وعمل النهاردة ابداعات ما شفناهاش قبل كده وهنتكلم النهاردة ان شاء الله عن التاكتيكس بتاع المباراة وايه اللي حصل من مارس الكولر وايه اللي جرى وازاي ان انا ملحقتش بعد جون محمد شريف اخش حتبا حياتش اعمل حاجة يعني انا لسه بوص على جون محمد شريف ده جون حلو خلاص بها مش مشكلة عدت شوية بعد كده خلاص لسه هتلف هعمل اي حاجة بوصة اتعب قادر جاب جون تاني يا جد عد ما شاء الله لاخدتها يا بالله في ايه وجود انا احنا من بعض يعني سيبك من كورة عبدالقادر تصدد سنة وبعد كد داخل بس هو رايح واخد القرار وواضح ان الكولر مجرأه وقال له مش كل حاجة تخترق من الشمال وتخش وتعود تفالحة وتعمل وشاء الله بزات يابا خش ابن النص ودي كورة على طول هب جون محمد شريف خد الكورة والجون في ظهره هب لوب الكنتالوب راحت جون كورة لوب في ظهره ما شاء الله ولا قوة تقل بالله وهي كان النادي الاهلي اصر انه هو يجيب جوان حلوة الاهلي قال لك انا مش هجيب غير جوان حلوة بعد كده ماركة مسجلة مفيش جوان كده اللي هو عادي جون مسلا واحد بصد كورة فالتاني شط ها جون مسلا لا هو اجوان حلوة بس بعد كده ماركة مسجلة بس نسيت اقول لك حاجة لو انت خمل في التفاصيل واخشت بقى في المدعكة اللي جوة استأذنك لو انت اول مرة تشوفني او تاني مرة بساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش يا صديق العزيز اشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرش انا وصل لك كل جديد كل ده مش اخب من وقتك تلات ثواني اللي ربع اشترك في القناة وفعل الجرش اوصل لك كل جديد الم ام يا معلم وبسم الله الرحمن الرحيم مارس الكودر بدأ والناس كلها تقول لك ان ثنائية حسين الشحات وكهربا افضل كتير من ثنائية عبدالقادر ومحمد شريف وما حدش كان متوقع النهاردة ان عبدالقادر ومحمد شريف يقدروا يعملوا حاجة وانا كنت من اكتر الناس دي اللي كنت متوقع ان محمد شريف وعبدالقادر اللي ملعبه سوى مش زي خالص حسين الشحات وكهربا الكيميا اللي بين حسين الشحات وكهربا اعلى بكتير من كيميا اللي بين محمد شريف وحمر عبدالقادر وطبعا يلوت في ربنا موفق وموجود في حراسة المرمى بدل الشناوي اللي طبعا مغوف ومحمود متولي موجود ايضا النهاردة وتعالى بقى نتفرج ونستمتع فجأة شريف يكسفني ويحرجني وتاني بقولها ويكأن النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي مستقصداني يعني لما اقول احس كده لقيت الاهلي شوط الاول ضغط على انبي جامد جدا لسحوز 75% بس انبي راح برفيق كبه كزا كرة ورا بعد راح 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 فاللي هو هو في ايه يعني رفيق كبه راح بكرة كزا مرة ده واضح ان رفيق كبه ويعمل حاجة واضح ان الانبيا يختف الاهلي جن والاجن ولا حاجة نقل الفرق النقاط بنا وبين الزمالك ان فينا زيف نقاط ما بين الاهلي والزمالك رهيب الاهلي لعب 22 مطش والزمالك لعب 29 مطش فخلاص الدوري بيخلص يا كده اى الدوري بينهار الدوري بينتهي وفرق تمنمية وتمانين نقطة يعني الاهلي لو كسب كل مانشاطه الجاية بينه بالنسبة لك اعتقد الدور اخلص فرق الان يقل من عشرين لتلاتين نقطة ده بالميت حاجة كده اسطورية من المستوى الرابع وحنا في مركز الرابع اصلا مش عارفين هنخش كونفدرالية اصلا ولا مش هنخش دي بقى مصيبة تانية ربنا يسطورها علينا واتفرج على كولر النهاردة واشوف اللي حصل ايه وافاجأ ان كولر بيلعب بخطة فأول مباراة عادية ومعتادة الشط التاني قلب خطة تانية خالص يا معلم فتعال الاول نقول على الشط الاول عمل الشط الاول نزل عادي خطة عادية جدا 4-3-3 او 4-2-3-1 كان مروان عطية وحمدي فتح والي ديونج بيحاولوا يتبادلوا الادوار كان بيزيد شوية جوه حمدي فتح سعى كمان بيزيد الالي ديونج ولكن مروان عطية موجود محور كون مروان عطية موجود عند النادي الاهلي وارتكاز بيعرف جيب الكرة من اي مكان فيه تعليمات للعيب خط الوسط النادي الاهلي ان هم يغطوا مكان البكات في حالة خروج البكات يعني فيه تعليمات لمراونا عطية وليه لأليو ديانج بالزات الاتنين دول انه يغطوا مكان علي معلول ويغطوا مكان ايضا محمد داني وشوفنا نارضف اكتر من لقطة أليو ديانج بيغطي مكان محمد داني لما بيخش قدامه وبيرسيته وبيزيد جوه في مطلة الجزاء وشوفنا ايضا ان مراونا عطية بيروح ناحية الشمال خالص مكان علي معلول لما علي معلول كان بيخش جوه وياخد مكان الوينج ليفت وبيزيد احمد عبدالقادر في مطلة التمنتاشر وده اللي كان بينفزه النهاردة الكولر انه هو كان لما بيخلي البكات تتقدم كان بيخلي الوينجات تروح تلعب مهاجمين محمد شريفي او مواجم اول جنب محمد فتح مواجم تاني وهوبا تلاقي برسيته واحمد عبدالقادر في مطلة الجزاء ايضا فتلاقي فيه كسافة هجومية من لعبت النادي الاهلي اربع لعيبة من النادي الاهلي فجأة واحدة او خمسة في منطقة جزاء امبي وتلاقي اتنين مدافعين من امبي واحد ارتكاز ولا حاجة موجود فعشان كده الاهلي كان ليه كترة عددية في منطقة جزاء امبي دي اللي كان بتديله افضلية في انه هو يحرز اهداف وافضلية ايضا في اريحية المواجمين انه هم يقدروا يشوفوا المرمى بالكامل ويقدروا يختاروا اكتر من حلو اكتر من فرصة يمكن النهاردة مواجمين النادي الاهلي لو كانوا ركزوا اكتر من كده بشوية كان زمان الاهلي كسبان اربعة او خمسة ويمكن كمان لو كانت فرقة اقل من امبي شوية امبي النهاردة كانت عاملة مطش دفاعي هاي البغض النظر من الاهلي كسبق 2-0 كانوا بيحاولوا لغاية اقصى درجة ان هم ما يقفلوا بيحاولوا لعبعا مرتد عن طريق رفيق كابو اللاعب المميز جدا نعتقد ان في الموسم القدم ان شاء الله نشوفه في نادي جماهيري او نادي اكبر من حيث المنافسة على الدوري مع كامل احترام لنادي امبي وطبقوها بصورة جيدة يعني مش افضل حاجة ولكن انت بتلعب قدام الاملاق قدام النادي الاهلي فكونك انك لعبت بالطريقة دي او اقفلت او خرجت 2-0 بس يعني خرجت حي من المطش ده فدي حاجة تحسب لك فكانت على ما زي ما بقولك ان الاتنين مدفعين او اتنين خطر وسط بيروحوا مكان البكات وفي زيادة هجومية من محمد هاني وعلي معلول والدنيا ماشي ايه زي الفل والخطر محتر للنادي الاهلي وعادي الدنيا جميلة ولطيفة نفاجأ الشوط التاني قاعد بتفرج وبركز كده لقيت محمد هاني في خط النص ببص جنبه مين بصيله ولاقيت علي معلول ايه ده ابص يمين ارمي بعين الاقي قندوسي ده انا جماعة في الشوط التاني لقيت في بعض اللقطات قندوسي نزل بك رايت يعني اول حاجة تحسب لكولر انه هو نزل قندوسي مكان بيرسي تاو وبدأ يخلي قندوسي يكون البديل الامسل لبيرسي تاو في مركز الوينج رايت في حيث او يعني بحيث لو حصل اي مشكلة بيرسي تاو يلاقي بديل جاهز على طول ويكون اشوال لان مرس الكولر مقترع زي المدربين الاوروبيين ان اللعب يلعب نحية اليمين يكون اشوال وللحية الشمال يكون ايمن زي مثلا لما كنا بنشوف محمد صلاح ومانيف ليفر بول محمد صلاح بيلعب وينج رايت وهو اشوال ومانيف يلعب وينج ليفت وهو ايمن وده العور في كرة القدم في العموم يعني ما ينفعش لعب اشوال تلعبه في الشمال ولعب ايمن تلعبه في اليبين خلاص بطلت بقى موضوع ان اللعب يلعب بيبين وهو في نحية اليمين عشان يرفع الكرة لازم يخليه يلعب على رجله التانية عشان يخش ويضم ويعرف شو دي الطبيعة يعني فهو كان عايز يجهز بديل لبيرسي تاو يكون جاهز فنازل قاندوسي و Dallas لحده تعليمات ان يكون وينج رايت ولكن في نفس اللقاء اده تعليمات لقاندوسي ان يرجع يقفل يبقى باكرايت لما محمد هاني سقط في نص الملعب هو قال معلول واده تعليمات ايضا لعمر السولية ببعض اوقات اللقاء انه يرجع اهو احمد عبدالقادر يرجع يقفل اه وينج ليفت مش عمر السولية ناصة احمد عبدالقادر فبقى لينا احمد عبدالقادر وباكرايت قاندوسي ودي حاجة غريبة جدا لما الوينجين بدلو مع البكين دعمل اي ده ضرب خط نص ودفعات امبي وده زي ما بقول لك افضلية الهجومية لنادي الاهلي لان لعبت النادي الاهلي بقت تلعب في كل حتة في الملعب انا مسلا لو انا بلعبان على محمد هانيا ومسك محمد هانيا فجأت محمد هاني خط نص هجري وسيب مكاني وروح خط نص طبما كده الدفاع اتفتت فالدفاع امبي بدأ يتبرجل مش فهم حاجة خط النص بدأ يتبرجل في بدأ النادي الاهلي يبصي بصات سريعة على الارض في مربعات او مسلسات او سلسية او ربعية ده برضو الدفاع افضلية النادي الاهلي عشان كده الاستحواس خلص يجي خمسة وسبعين في المية لنادي الاهلي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وده برضو ان محمد هاني وعلي معلول بقى موجودين في خط النص ده هم ثقل ارمي جوه قدام فجأة لقينا اه قندوسي جيبك رايت واحمد او قدر جيبك لفت السلية دخل حمد فاتح دخل محمد شريف دخل افشا دخل ايه يا جنعان دفي بقى والناس كلها تجن الفجأة بقى كده انا افشا لعب وينج رايت وهبا لقينا اه حمد فاتح بدأ اضطرف شوية لا يا جماعة لا 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 ده هزار اضطرجوا كده يا جماعة والله العزيب اضطرجوا ايه انا عمر السلية انا اسف بدأ اضطرف شوية وفي ايه عمر السلية بقى دخل ضغط هو حمد فاتح بقى هما الاتنين قدام مهاجمين وشريف راجع شوية عشان يسقط معا الاتنين المدافعين اللي مسكين ويفتح ملعب لحمد فاتح او يفتح ملعب عفوا للسلية والأفشا لا بجد النهاردة مباراة اكتكية على اعلى مستوى من مرس الكودر ما شاء الله والقوة تقيلة بالله وتجهيز اكثر من رائع للعيبة اكترة بالنادي الاهلي واراحة ايضا بدنية نلعبها في النادي الاهلي زي ما عمل التغيير اللي في الديئة ستين مروان عطية خرج رياحه وايضا بيرستاو خرج رياحه وايضا كمان حمد فاتح خرج رياحه علشان يجهزوا من المبارات القادمة انا بقول لك شابو مارس الكولر مش على الفوز على الاداء النهاردة في المبارات النهاردة مباراة اكثر من رائعة مباراة جيدة جدا 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 من مارس الكولر ويعني رسالة اخيرة برضو لكل منتقدي مارس الكولر معيني زي ما الكوا كل حاجة بس نتكلم بما يرضي الله اخباركو ايه يا منتقدين مارس الكولر اخباركو ايه هتقول ايه ايه تاني ممكن تقوله تخترعوا عشان تتجنى بيه على الراجل او تتبلى بيه على الراجل ما ننساش هصديق العديد ستا لو ما وصلت على الانية الفيديو تشتركوا في خناة اليوتيوب وتفعوا الجرشن وصلوا لكل جديد كم معكم عمرو اعطيتم خناة صاحب جرشن ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم